وما سيحدث في رفح وما ستكون تبعات ذلك نعرف أنكم زودتم غزة الكثير من المساعدات الإنسانية والمساعدات الإنسانية تمر إلى غزة عبر مصر وقد قدمتم مساعدة في مجال الرعاية الصحية نضيف إلى ذلك أنكم تستقبلون أيضا وتتأثرون بالنزاعات ثم تأثير اجتماعي واقتصادي للنزاع وللحرب في غزة ما هي وجهة نظريكم؟ شكرا جزيلا دعني أبدأ بشكري المملكة العربية السعودية على حصن تنظيم هذا الاجتماع ومنتدى الاقتصاد الدولي وأحيي بشكل خاص صاحب الجلالة الملك سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على مساهمتهما سأبدأ بالحديث عما بدأ في السبع في أكتوبر إنه كابوس للإنسانية لأن مصر كما تعرفون ومنذ اللحظة الأولى أعلن عن موقفنا أننا ضد أي اعتداء ضد المدنيين من كلا الطرفين وبالطبع لا ندعم أبداً وندين ما حدث في السبع من أكتوبر ضد المدنيين الإسرائيليين غير أن التبعات التي صدرت بعد ذلك من إسرائيل كان أمراً غير محتمل كل الفلسطينيين في غزة يدفعون ثمن ما حدث في السبع من أكتوبر إنه عقاب جماعي ليس عقاباً لحماس بل لكل الشعب الفلسطيني الذي يعيش في غزة تصوروا أنه حوالي 2.5 مليون نسمة كانوا يقيمون في قطاع غزة فجأة تدهورت وتدمرت حياتهم نتحدث اليوم في هذه اللحظة عن أكثر من 34 ألف ضحية أكثر من 77 ألف إصابة بالإضافة إلى 7 ألاف لازالوا مفقودين تحت الركام أكثر من 84% من المنشآت الصحية تم تدميرها النظام التعليمي خارج عن الخدمة أكثر من 70% من البنية التحتية تدمرت إذن نحن نتحدث عن وضع حتى وإن تمكننا بدءاً من اليوم من وقف إطلاق النار وبدأنا بالنظر والتخطيط لمستقبل هذا القطاع قطاع غزة نحن بحاجة إلى عقود من الزمن فقط لكي نعود إلى ما كان الوضع عليه قبل 7 أكتوبر منذ اليوم الأول وقفت مصر دعماً للفلسطينيين ومن دون أي مبالغة من الممكن أن أقول أن أكثر من 85% من كل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الفلسطينيين في غزة تم جمعها وإرسالها من قبل الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري هذا لأننا نتشارك حدوداً مع قطاع غزة وخاصة عبر معبر رفح وبعد ذلك من خلال كرام شالوم تمكننا من إيصال كل أنواع المساعدات من جهتنا بالرغم من أن رفح كما تعرفون هي أساساً معبر غير تجاري لا يسمح لمرور الشاحنات بل فقط مرور الأشخاص ولكن منذ اليوم الأول افتتحنا معبر رفح وهو مفتوحاً 24 ساعة في اليوم من جهتنا لكي نسمح بإيصال كل المساعدات بالإضافة إلى كل ذلك تمكننا من استقبال المصابين التي حالتهم حرجة واسمحوا لي هنا أن أشيد بكل الدعم الذي حصلنا عليه من المؤسسات الدولية ومن البلدان الأخرى التي قدمت مساعدة لبعض المصابين واستضافتهم عندها مقدمة لهم علاجهم الطبي ألاف الأشخاص تمت استضافتهم من فلسطين في مصر وعلجناهم في مستشفياتنا بالعودة الآن إلى الأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذه الحرب على مصر سأشارككم التكلفة نحن بالطبع لا نسمي الوفدين إلينا باللاجئين بل هم ضيوف اليوم مصر تستضيف تسعة مليون لاجئ من المنطقة بأكملها ومن القرى الأفريقية بسبب تزعزع الحالة الأمنية في تلك البلدان احتسبنا الكلفة المباشرة لاستضافة تسعة مليون لاجئ في مصر هو أكثر من عشرة مليار دولار أمريكي سنوياً وبالطبع نتحمل هذه التكلفة كحكومة بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها بأنفسنا بالعودة إلى الفلسطينيين بالنسبة إلينا أهم علينا فعله اليوم هو أن نبذل قصارى جهدنا لتفادي أي اعتداء على رفح لأن الوضع في رفح اليوم هو أنه لدينا أكثر من 1.1 مليون فلسطيني نزح من شمال ووسط غزة إلى رفح بالإضافة بالطبع إلى 250 ألف ساكن في مدينة رفح أي نتحدث عن ما بين 1.3 مليون و1.4 مليون شخص في مدينة رفح وعلى الحدود ما بين غزة ومصر أي اعتداء أو هجم على هؤلاء سيمثل كارثة بكل من للكلمة من معنى وهذا أقل ما يقال عن الوضع وبالطبع هذا سيؤدي إلى نزوح ثاني لهؤلاء الأشخاص الذين سيسعون للانتقال إلى أي مكان آمن آخر وقد يعني ذلك أن يضغطوا على مصر لعبور الحدود نحو مصر ونحن في الحكومة المصرية من الناحية الإنسانية بالطبع نحن جاهزون لتزويدهم بأي دعمهم بحاجة إليه ولكن من الناحية السياسية هذا سيساهم في إنهاء القضية الفلسطينية ونزوح كامل لشعب الفلسطيني ونحن اتفقنا كعالم أنه يجب إنشاء دولة فلسطينية كيف من الممكن أن ننشئ دولة فلسطينية من دون شعب فلسطيني هذا الوضع يضعنا نحن كأسرة دولية في وضع يفرض علينا بذل كل الجهود لمنع هذا الاعتداء على رفح وأن نجبر ونمارس الضغوط على كلا الطرفين على وقف إطلاق النار وأن يكون لدينا فترة من الزمن تسمح بإطلاق المفاوضات صراحة وبهذا أختتم قولي إن لم نضع أمامنا الحل النهائي الأخير وهو إنشاء الدولتين لن تنتهي هذه الأزمة وسيتأثر الجميع سلبا وستضررون جراءها المسؤولية الأولى أمام العالم هي إقاف بالطبع هذه الاعتداء غير الإنسانية على غزة ولكن يجب أن نسعى وراء الهدف الطويل الأمد وهو حل الدولتين طولي إلى حل فقط إذا ما وصلنا إلى هذا الحل سنتمكن من تفادي الاعتداء على رفح أتحدث أيضاً إن سمحت لي عن الوضع الاقتصادي والتأثير الاقتصادي لهذا النزاع علينا التجارة العالمية تم تخفيضها بأكثر من النصف في الأشهر الأربعة الأخيرة خاصة عبر قناة السويس وكان لذلك تأثير كبير على اقتصادنا طبعاً ولكن مرة أخرى الهدف الأساسي والأهم بالنسبة إلينا هو كيف نصل إلى تسوية ما بين الطرفين لكي نتمكن من بدء عملية السلام شكراً لك ونشكر جمهورية مصر على كل الجهود الدبلوماسية التي تقودها في هذه القضية